قتل الطفل الفلسطيني علي سعد دوابشة البالغ من العمر عاما ونصف العام حرقا وأصيب والداه وشقيقه بجروح ليلة الخميس الجمعة حين هاجم مستوطنون منزلهم في الضفة الغربية المحتلة وأشعل فيه النار في عمل وصفته إسرائيل بأنه إرهابي وأعلنت السلطة الفلسطينية أنها تريد إحالته أمام القضاء الدولي ومن النادر أن تطلق إسرائيل صفة عمل إرهابي على مثل هذه الهجمات إلا أن ذلك لم يحل دون أن تعلن منظمة التحرير الفلسطينية أنها تحمل حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين نتنياهو المسئولية الكاملة عن مقتل الطفل الشعب الفلسطيني لن يقف مكتوف الأيدي إزاء هذه الجرائم وسيرد على هذه الجريمة بحجم الجريمة التي ارتكبت بحق هذا الطفل وفيما أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس أنه ينوي التوجه إلى المحكمة الجنائية الدولية واصفا ما حصل بأنه جريمة حرب جديدة توعدت حركة الجهاد الإسلامي خلال تظاهرة نظمتها في جباليا شمال قطاع غزة بأن الرد لن يتأخر الرد على إرهاب المستوطنين وعلى إرهاب الاحتلال لن يتأخر سيأتي في أي لحظة سيقع هذا الرد في أي لحظة وعلى إسرائيل أن تتحمل تداعيات هذه الجريمة كاملة وردد المشاركون في التظاهرة هتفات تدعو إلى وقف المفاوضات والتنصيق الأمني مع إسرائيل والانتقام من المستوطنين ترجمة نانسي قنقر